عطفا على كلام الدكتور طهب في تأثير وجود أفشا لأنه ده ظهر حتى الموسم اللي فات اللي بنتمناها على ميستر بيتسو موسماني والجهاز الفني خلاص ما هو أفشا وارد جدا أنه في بعض المبارات هيغيب فكرة أن أنا أرجع أغير الرسم التكتيكي ورصة الفرق بناء على لعب معين غاب شايفين أنه إلى حد كبير اللعبة ما بتبقاش استوعبت وهضمت كل المهام في طريقة متغيرة أو في شكل تكتيكي مختلف طبعا محمد محمود عودته ما شاء الله بإذن الله تكون مكسب كبير ويقدر يسد النقطة دي برضو دي من الحاجات اللي أعز أنقشها أستاذ أبوالي الناس عمالة تقول لك فين محمد محمود هو أنت عارف متى جهزيته هو أنت عارف أنت ممكن أنت موسماني يفكر أن أنا لما زوج بلعب بقاله سنة ونص أو سنتين تقريبا ملعبش كورة أزوج به وحمله المسئولية دي ممكن تعمل فيه إيه لما وفقش أو النتيجة أو وفق بس نتيجة ما جاتي صح فيه حاجات فيه اعتبارات كتيرة جدا في هذا الأمر مسألة كمان أن البلاي ميكر بلاي ميكر بلاي ميكر ما هو أحيانا لازم نفكر أن العالم كله ما بلعبش ببلاي ميكر دلوقت خلاص إيبا ما تلعبش بها على طول لا مش على طول أنك أنت تبقى الاضطرار لتغيير الشكل التكتيكي فجأة ما أنت بتضطر لأن نتيجة إصابات وما كانش عندك طرط خلق البديل بقى إحنا بنتكلم في فكرة خلق البديل المتاع أنت لازم تبقى أسير طريقة وإلا ما ينفعش ده أنا ضد الكلام ده لو فرقيتك كومباكت مضغوطة مع بعضها بتتحرك كتلة واحدة لقدامه الورى مش هيحصل لك حاجة صدقني لا دفاعيا ولا هجومية إذن هي وجهات نظر إذن هي وجهات نظر إذن نوصل لها مرتبطة باللياقة البدنية مرتبطة بالالتزام لاتنين دول كانوا يوصلوك أنك تتحرك كتلة لكن لما تبقى عملي كده كل ما تشتت الكرة بترجع عليك كل ما تشتت الكرة ترجع عليك إذن هي وجهات نظر ودي الكرة عموما يا جماعة لكن يبقى أنه الأهل يحتاج لبديل كف قريب من أفشا يؤدي نفس المهام حتى بقدرات مختلفة ما فيش حد بيكرر حد لكن محمد محمود ممكن يكون بديل رائع جدا في مركز صانع الليب وليد سليمان لما بيبقى جاهز بدنيا بيقدر يؤدي هذا المهام حتى لبعض الوقت كان عندنا ناصر مهر وتم انتقاله فبالتالي نتمنى أنه يبقى موجود لعب زي ما الدكتور طيال أنا لما برجع أغير الشكل إذ فجأة بيحصل هذا التلبك إذ فجأة يحصل يحصل هذا التلبك لكن لما تحط أبدا المسيناريا الشخص عادرة حافظ على شكل الأداء مع اختلاف العناصر محمد محمود ممكن يكون مش جاهز عشان يلعب مباراة كاملة بس يقدر ياخد شوط يقدر ياخد جزء من المباراة وغيره ياخد جزء نتمنى أنه ما نقعش في مطب غياب أفشا يهد الشكل التكتيكي ده اللي حصل للموسم اللي فات فيه بعض المباريات ومع هذا تعادل الأهل في النيجر حازم إمام أو الكابتن حازم إمام شافه إزاي أفيرة الحارس وتيك شوط لأوا أفيرة كويسة وعندهم قوة للعنف وده خليك الأهل تخاف شوية في أي كرة مشتركة بيشير جلو أو ما يكتلت منش للآخر تغييرت وليد أنا شافها مش وحشا لأن الوالد لما نزل شوفنا ثلاثة ربع كور على الجون للناد الأهل هو مكن شوحش لما نزل وليد يعني احنا شوفنا وليد شوط تاني ثلاثة ربع كور عملهم أو ظهر في الكورة ولعب دي ولعب اللي قابليها ولعب واحدة بالعرض جوة جون ده في نص ساعة وربع ساعة لما نزل أكرم وكده بقيت الدنيا أحسن شوية يعني نتيجة لكن كان ممكن الأهلي يبقى أحسن من كده نجات له فرص كتير وواحد كويس بس أنت كنت ممكن تجيب بثلين وثلاثة رأيح نفسك خالص طيب احنا برضو هنتكلم على ان احنا تقييم المنافس انه ما يصحش نتقدم عليه وما نطلعش كاسبانين وهو باب يتكلم طبعا الكلام تقريبا اللي انت كنت بتقوله من شوية انه وليد يعني في الفترة اللي عبها قدر يعمل بصمة وتأثير وان النتيجة مش وحشة بس كانت أحسن هو ده ملخص الكلام مش هنقشى دلوقتي في نقطة مش مختلفين عليها انت مركز قوي على ان طالما بلاي ميكر لازم يبقى ما خلاص يا أستاذ زبريم انت قلتها سيبني انت مستحملش الخلاف معك قول 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 انت فاني ده اكتهاد انت قول اكتهاد انا رأيي ان احنا لازم نبقى عندنا اكتر من سيناريو نلعب بي مش ضروري كل مرة نلعب بلاي ميكر ودي عايزة ان احنا في التدريب يا جماعة السيناريو ده لو ما حصلش يبقى السيناريو ده البديل عشان تعمل كده انا شي عايزين فطرة اعداد افضل حيبان شغل المدربين فيها عايزين حالة بدنية تكون فريش وافضل يقدروا ينفذوا السيناريوات المختلفة لكن في ظل اللي احنا فيه وتلاح المواسم ما عندكش فرصة ده اللي عايز اقوله ما عندكش فرصة تغير اساليبك او تدرب على اساليب جديدة لو احنا عايشين ظروف كروية طبيعية هيبقى المدربين هنا مطالبين كل واحد يوريني بقى قدراته ان يحطونا اكتر من اسلوم خلاص خلاص كابتن وليد صلاح الدين شافوا الظروف ايه بدنيا واضح طبعا التراجع احنا قلنا الآلم ما بلعبش بقاله كتير الملعب مش مش احسن حاجة اجواء صعبة جدا صفر طيران اجهاد فطبيعي جدا اي مدرب هيقولك ان الفرقة هترهق هتجي في ديقة ستين ويبتدي المنحنة البدني ينزي لكن طبعا تعادل يعني كنا نتمنى انه يكون فوز مليون في المية لكن تعادل برضو احسن ما فيش وهنا ان شاء الله النادي الاهلي يخلص لا لا يعني وليد سليمانة هو ابتدى يقولك التراجع بدني وابتدى يقولك الاهلي ما بيلعبش من فطرة مع صفر مع ملعب سي في اسباب لكن هل احنا حنقبل ان احنا هذه الاعذار احنا تعودنا في النادي الاهلي اكسب في اسوأ الظروف ماشي لازم هو ده بقى طموحنا وده اللي انت بتحاول انك تقوله وده اللي انا ساعات اقولك فيه وجهات نظر ربما هذا الحوار شوف انت اشرت النقطة فنية مهمة جدا لما بيحصل ثلاثة دفندر انت شفت انه بيحصل نوع من التواكل كل واحد بتكعد تلك لو رجعنا بالاخوة بقى الدكتور احمد سابت وكل الاخوة المعنيين بالاحصاءات لمعظم المباراة اللي لم يكن كلها اللي لعب الفريق مضطرب ثلاثة دفندر وصبنا باهداف يمكن السبب التدخل المهام يمكن السبب الناس بتتكل على بعض يمكن السبب انه فعلا احنا مش جاهزين نلعب عندنا عدم استيعاب او الناس مش هضمة كاف بشكل كويس الطريقة دي في الثلاثة في نص الملعب بقى لنا فترة كبيرة النسق التكتيكي بتاعنا بقى لنا معتبدين على الفتس بتاع العربية اللي هو نمر عشر ده اللي لازم ان يبقى موجود الدور ده لازم ان يبقى موجود بأفشة من غير أفشة يبقى موجود شكل الأداب يختلف في وجوده هو ده 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 الواقع اللي انا معترض عليه تمام انا معترض ان انا بقى أسير اسلوب واحد لو ما حصلش يحصل المشكلة لما العالم كله استاذ ابراهيم بلعب اربعة تلاتة تلاتة معظم العالم دلوقتي اه وانا جا بقول انا ما كانش عندي بلاي ميكر بس انت المفروض تكون لا أسير لعب واحد ولا طريقة واحدة يعني ما بقولش طريقة يعني انت في وجود لعب معين لو موجود هتفضل تلعب بالشكل ده بكذا بنلف حواليها بس هي دي انت آه لازم ان يكون عندك المرونة التكتيكية اللي كتلعب بالضبط ده انا بقول اكثر من سيناريو اه لازم يكون عندك المرونة التكتيكية تلعب باكتر من السيناريو بس كمان حتى لما بتلعب بشكل معين يبقى عندك اكتر من لعب يؤدي هذا الدور طيب اه هل هو عنده وتجاهله وعلى فكرة ممكن يا تبوسط تلاقي احمد عبدالقادر بيعمل لك مثلا ده احمد عبدالقادر ايه العرب انت ما عندكش ما عندكش لسه انك تستخدمه بس عبدالقادر مش مسجل في افريقيا ايوه هتو بقول لك هيعمل ايه انت اسير ظروف معينة اسير ظروف معينة انا لقوا بر بس لازم اشوف الظروف دي وانا بنصح يعني انت ما تيجي تقول لي البديل تموه البديل لسه واحد مش عايز اخاطر بي دلوقتي في ملعب برا بالشكل ده اصيب الراجل ده اكتر من مرة وعنده اتنين صليبي اروح لعبه في ملعب بالمنظر ده لا قدر الله يرجع وصاب اه اه في ظروف الحر والعرق والفقد الاملاح والملعب السيء مع مجهود مطلوب لا ما كانش طبعا يلعب بيه في المطش ده اه ممكن يجربوا بعض الوقت هنا ممكن لو انت عندك بقى الوقت انك تعمل مطشات ودية كنت حتشوف مين البديل الجاهز او حتجاهد البديل اللي انت عايزه نتمنى الظروف اللي جاية تكون في صالح الفرقة مع كل اللي بنقوله ده جماعة وجهة نظر درداشة في الكورة على رأي صاحب المقولة لا قيمة لا طيب ومع هذا اديني حق يا اخو حاسبنا على العرض حاسبنا على النتيجة حاسبنا على الغياب لكن لما يحصل تحكيم بهذا الشكل اللي رجع التحكيم في افريقيا للسنين القديمة قوي يبادى كلام بصراحة غريب جدا 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 نشوف رأي الكابتن سامير عصمان عندنا اخر حالة في المباراة هي حالة غريبة شوية لعيب النادي الاهلي بيجري وزي ما احنا شايفين لعب الكورة لعيب النادي الاهلي لعب الكورة الكورة دي ده ما احتسبها راكلة ماربا اما نشوف لعيب نادي الاهلي لعب الكورة بعد كده لعيب نادي الحرس الوطني بيلعب بشيء اهمال عالي جدا على لعيب النادي الاهلي عرقالة داخل منطقة الجزاء يعني راكلة جزاء الغريب ان الحكم كان قريب والاقرب من كده مساعد الحكم راكم اثنين كان اقرب كمان انا بصراحة توقعت يعني لان انا لاحظت كمان مساعد الحكم راكم اثنين كان هياخد نص خطوة لجوه بعد كده تردد ورجع تاني واغتبال حضرتك فهنا طبعا دي هنا في راكلة جزاء على فريق الحرس الوطني كان لازم حكم مبريح تسيبها لان هي دي راكلة جزاء سهلة دي واحدة من النقاط المهمة هو انت بتحسبني ان انا لعدتك واسه الوحش التمالك انت قدامك وقائع احسبها يا اخي زي ما شبتها انها بتبقى شايفة ومش عارف لأسباب ايه الاهلي بيحصل معا كده على طول ما بيخدش حقه ليه في المطشات لا محليا ولا برا نقعد كل مطش نهابر كلينة كلينة اقول لكم ما بتتحجيكش ما انت وحش ما انا وحش يا سيدي يديني حق وبعدين قول لي انت وحش ما لكش حجة انت خدت كل حقوقك واخد بالك وما لكش حجة زي ماتش بيرامت مثل اللي اتعدلنا انا تحكمين خدت حق كويس وما كسبتوش بقلوم نفسي هنا بقى ابتدأ ارجع اركز ان انا ايه الاسباب ما انا واخد حقه ما ليش حجة اخر ماتش ده دي مش مبرر اه لكن ما تجيش تقول لي ما تتكلمش فيدي انت وحش لا اتكلم فيدي وانا وحش طب هل الرأي التحكيمي للكابتن احمد الشناوي هو نفس رأي كابتن ساميرا عثمان ولا نشوف بص يا كابتن خلينا نقول لحاجة عشان برضو فيه ناس بتتكلم في السقوط لو بصرت لأكرم توفيق حتبصه تلاقيه رجل بيعدي كرة عتاق رجل الولد راحت وعليا سنة وأكرم توفيق بيقعد لحظة التلامس دي مش بعد ما عدا منه بيرمي نفسه انه من فاش يرمي نفسه لو بيرمي نفسه بقى لازم بعد تلاقي رجليه الاتنين بانت وبيقعد أكرم زق الزق اللي ياخدها عشان يسيطر على الكرة بالضبط كده بالضبط كده لا هي أنا عايد أقول يعني هو الحكم يعني هو حسب راكل الجزاء أنا بعتقد دي أسهل من اللي حسبها شوفوا خطورة الكرة دي أستاذ برايب مش بس تأثيري على المباراة وأرجو لو كلهاش تأثيري على اللي جاي إنما خطورتها أني انت لسه في البداية والأدوار الحساسة ما ابتديتش وحنبتديها كده إحنا كنا عشمانين للتحكيم الأفريقي يكون يعني شاهدة بعض التطور وبعدين بغتنا طبعا ما فيش فار ولو إن الفار الأفريقي أرجو أن نختلف عن الفار بتاعنا اللي أرجو نختلف السنة جاي عن السنة اللي فاتت فهي علامة مقلقة على اللي جاي أرجو للاتحاد الأفريقي أنا شاف الراجل رئيس الاتحاد بتاع جنوب أفريقيا ما عايز يعمل حاجة فبس تتحط الكلام ده قدامه بأمانة عشان يشوفه المسائل دي ويملع تكرارها بإذن الله في اللي جاي طيب تقييم الآلي بقى في أفريقيا مختلف إيه عن بقية الفرق ده سؤال آله الزميل إبراهيم فاي الأهلي بيتقيم تقييم مختلف عن أي فرقة تانية بتلعب في أفريقيا علشان هو سيد أفريقيا فلما تيجي تقيم النادي الأهلي من عند لفل سبعة من عشرة السبعة بالنسبة للنادي الأهلي مش نجاح العشرة من عشرة هي اللي نجاح اللي بقوله لك دي قناعات اتولدت أو بقت موجودة من كتر النادي الأهلي ما بيروح وبيكسب فانت لما تيجي تقيم النادي الأهلي وتيجي تقول للناس أصل دي بالنسبة الجمهور النادي الأهلي ما بيفهمهاش أصل فيه غيابات ما بيفهمهاش أصل فيه الملعب منقر ومحفر وبتاع برضو أنا الأهلي برضو حيقولك كده أصل الجو أصل الفريق اللي أنا حقابله غامض ما عنديش معلومات عنده لو أي فريق تاني خارج من لقاء النهاردة واحد واحد حيقولك نتيجي كويس بس جمهور الأهلي مش حيقولك كده كل حيقولك أنه لأ عشان هو الآلي فالآلي زيادة عن أي فريق تاني في التقييم لما حتقيم حتقيم تقييم تاني مختلف اللي عايز أقوله لك أنه مع كل حالة الرفض للمبررات أو الأسباب اللي قضت النادي أهلي للتعادل مفيش ما يدعو للقلق كلمة طبعا صادقة ومهمة جدا ولها يعني أساس من الصحة كبير جدا أن ماليش دعوة ما تقوليش أصل ماليش دعوة أنت الأهلي فيش حاجة اسمها تقولي لملعب ولا تحكيم ولا عنف ولا إصابات ولا نقص ما ليش دعوة أنت الأهلي وده حقيقي النادي الأهلي بتعمل كده طب هو ليه بتعامل كمان تحكميا كده أخشى بقى هنا دي النقطة أنا ليش شوات حاجات كده افهمني قصدي إيه منها أنا دي تالت مرة عايز أو أو أكسب عشان تبقى ثلاث مرات متعاقبة في كل مرة نقترب منها يحصل تأثير تحكيمي يمنعك من الوصول إلى هذا الهدف وتذكر مباراة النجم الساحلي العرجون العرجون وهناك هنا وهناك ليك ضربة جزاء لبركات يطرد بركاته وتتحرم منه بزفت ده زي ما يكون توجيه واضح جدا مع أنها ضربة جزاء واضحة وهنا تتحرم من ضربطي جزاء ويتطرد لك لعيب عشان تخسر في ملعبك ويطلع بعد كده العرجون قال لك أسل جمهور شتامني حاجة غريبة جدا يعني أنا ده كان ساعتها متأسرين بمقولة وهيقولك أفريقيا ما فاشل للأهل أيوة ده اللي عايزة أقوله فكرة أننا لما أكسب مرتين لأ كفاية ليه كده هي دي الخطيرة يا عمد دون فرصة نعمل نقدر عليه بالعجل مش أكتر من كده اعمال ميزان العجل أرجو الموسم الجاي نشوف هذا الكلام